الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وتقدم السيد الرئيس في تدوين على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم متمنياً أن يعيدوا الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركات أضاف السيد الرئيس أدعو الله في هذه الأيام المباركة بان يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي بارقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وعرب السيد الرئيس في بارقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية بحلول الشهر الفضيل دعينا الله عز وجل أن يعيد عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات كما أكد السيد الرئيس أن حلول شهر الصيام والقيام الذي اصطفاه الله لنزول القرآن الكريم هدى للناس هو مناسبة مباركة للتمسك بالقيم النبيلة والتي جاء بها والتي تحثون على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي من أجل عالم أفضل ومستقبل مشرف لشعوب الأمة الإسلامية ولشعوب العالم أيضاً بعث السيد الرئيس ببرقية تهنئة لمسلمي مصر في الخارج نقلات سفاراتنا وكنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك